اشتركوا في القناة وعندنا كذلك اليوم حدث ثلاث امثال نقاط المهام والخاصة بالفارنباس خلونا نشوف لائحة الاحداث ولكن لا تنسونا اصدقائنا راح يكون فيديونا اليوم هو كذلك انغطي معاكم موسم جديد وهو موسم الوادي وادي الدجاج المحسن ابتداء من اليوم وراح نشوف المميزات والاشياء اللي راح نقدر نستفيد من عندها من هذا الموسم وكذلك راح نتعرف كيف راح نزيد الوقود الخاص بعجلة الوقود اللي موجودة عندنا في الوادي خلونا اول شي نروح نشوف الاحداث الاحداث اللي موجودة عندنا اللائحة حدث الشباك والبط حانة وقت الصيد سوف يزيد انتاج آلة صناعة الشباك وصالون البط بنسبة ثلاثين في المية آلتين فقط في البحيرة تسريع ثلاثين في المية طيب عندنا حدث مهمة الهالوين مستمر وباقي فيه ثلاث ايام فقط حدث بسيط وحدث انا اشوفها جدا سهل وفي هناك زينتين والزينتين جدا مهمات مرتبطات كذلك بكتاب الزينات او كتاب ملصقات الزينات اللي موجودة عندنا فيفضل اننا نحصل على الزينتين تقريبا هذه واحدة من عندهم الضريح لانها موجودة عندي فما يحتاج وعندنا الزينة الثانية اللي هو قبر هالوين انا بالنسبة لي ما هو موجود عندي اما بقية الزينات كيف الحصول عليها فبكل بساطة نقدر نحصل عليهم عن طريق الزينات اللي موجودة عندنا في الكاتالوج كيف نستبدل الزينات اللي موجودة عن طريق قبعة هالوين اللي موجودة عندنا نجمعها من وين نجمعها عن طريق المهام اليومية اللي نقدر نسد الصناديق او نمشي الطلبات اللي موجودة عندنا في الحدث هذا حدث مهمة هالوين يوميا 20 مهمة عندنا وراح نحصل على نقاط ومن خلال هذه النقاط راح نمشي في المسار ونحصل على القبعات سواء كانت قبعات موجودة عندنا على المسار اموال وكذلك هناك عندنا الزينتين موجودات حصلت على الزينة الان راح تسجل عندي هناك وهذه كذلك عندي الزينة اللي هو ضريح اللي موجود عندنا واحنا ماشينا انا وصلت الان بالنقاط 6300 وراح يبقى علي في المسار اه الى 12500 تقريبا باقي لي نص المسافة واخلص اتمنى خلال الثلاث ايام المتبقية اني اوصل للنهاية حتى احصل على اربعة تصاريح توسعة وكذلك هناك عندي قسيمتين كتكوت احاول احصل عليهم واستفيد هناك في عندنا لائحة صدارة يا لاصدقاء المرة هذه انا ما اشتغلت بلائحة الصدارة واشتغل على راحتي وما راح انافس اه عن طريق اه شراء الكثير من المهام الاضافية فحاول اني ابتعد وريح نفسي شوية من صفر المجوهرات وفي النهاية وين ما وصلت بالمستوى فنقول بركة نقدر نمشي امورنا هذا بخصوص الحدث الموجود عندنا حدث مهمة الهالاوين نشوف هل موجود عندنا ايوه الحدث الثالث فهو حدث ثلاث امثال نقاط مهام الفارنباس اليوم موجود عندنا واتوقع راح يستمر معانا اليوم نستفيد من المسارات ونستفيد من المهام المتاحة اللي موجودة عندنا سواء كانت المهام الموسمية اللي تستمر معانا مدة اسبوع او المهام اليومية يوميا نحاول انقضي من عندهم طبعا انا ما راح احرك شي لاني عندي مهام انتاج وخاف اروح لبعض الالات وسبب لنفسي مشكلة خلونا نشوف عندي هنا اثنين سبيكة فضة وجاهزين الان اوكي ممتاز خلصناهم عندنا الحليب اه حليب الماعز اتوقع لابد اني اتأكد ان الماعز جاهزين اوكي جاهزين الماعز وبعدها راح اروح اياكم وين راح اروح اياكم اوكي خلاص خلصنا المهم جدا المهام سهلة اذلك عندنا مهمة اطعام عشر حيوانات بامكاننا ناخذ المهمة هذه ونخلصها الان عند الدجاج سهلين ستة سبعة ثمانية عشرة خلاص خلصناها خلونا نشوف الفرن اه الفرن جاهز جاهز خبز الذرة ممتاز اوكي ما كنت ادري عنها ولكن كنت مجاهزة وتاركة اوكي عندنا فادج 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 حار واحد بالنسبة لي انا شوف ان المهام الخاصة بحدث المهام جدا سهلة وبسيطة ومقدور عليها وفعلا راحت من عندنا المشاكل اللي كانت تمر علينا من اول بانتاج ثلاثة من المربع او احيانا نجيك طلبين ثلاثة في نفس اليوم مربع 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 فكانت تسبب لنا مشكلة وربكة بان الكثير من لعيبة ما كانوا يصلون الى نهاية المسار في نهاية الحدث حدث المهمات اللي كان يجينا اوكي خلونا نروح نشوف معاكم ايها الاصدقاء الان الوادي وموسم الوادي الجديد متشوقين للعودة مرة ثانية وراح نشوف انه في تحسينات بسيطة وليست التحسينات مثل وادي الدجاج اللي مضى علينا في الفترة اللي فاتت كان جدا بسيط جدا سهل لك خلونا نتعرف عليه افضل الان بسم الله ابتدى موسم الوادي الجديد المحسن وهو افضل من اول خلونا نشوف كم يوم مدته عشرين يوم مثل ما ابتدى معانا يعني اليوم احنا يوم اربعة فلابد نعرف يوم اربع وعشرين تقريبا راح ينتهي معانا طبعا اقصر من مدة وادي المحمية خلونا نتعرف على الجوائز الموجودة طبعا من مزرعة المزرعة تختلف الجوائز ولكن انا اركز على قطع اللغز هنا عندنا قطعة لغز واحدة تصريحين قطعة لغز قطعة لغز ثلاث قطع لغز والتصاريح التصاريح فقط اثنين ولا فقط تصريحين اللي موجودات والبقية ادوات لتطوير المزرعة في ملكيات وفي موجود معززات يعني لا بأس فيها الزينة اللي موجودة عندنا نتعرف عليها الساعاتية طبعا هذه تم الاعلان عنها بالملخص اللي عملته اول الشهر او قبل ما يبتدي الشهر سويت ملخص عن جميع الاحداث والمواسم اللي راح تجينا في هذا الشهر شهر او موسم هالوين وقلت لكم بان جائزة الوادي راح تكون هي هذه الجائزة وهي الساعاتية اللي وده ويحرص عليها يجمع الكثير من قطع المبادلة الملونة حتى يحصل عليها راح يكون من كل قطعة الف ومئة ازرق احمر واخضر طيب المطلوب علينا نجمع مئة دجاجة وخلونا نشوف الآن نقول بسم الله طبعا اتوقع ان ما عندي وقود واشوف الدجاج كثير بصراحة كثير 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 محسن محسن لا يعني الوضع تمام او او الاصدقاء ما زالوا ما اشتغلوا او ما تحركوا ما ندري عنهم خلوني ابتدي اجمع وهذه راح تحسب عندنا هناك كذلك مهام يومية نحرص على ان ناخذ من المهام اليومية حتى نستفيد كذلك هناك في المسار هناك في جوائز نقدر نستفيد منهم سواء كانت لعبة الحظ او الصناديق اللي موجودة نقدر نحصل على جوائز قيمة للتطوير ما زال عنا اوكي انا راح اروح للمبنى هذا مبنى الاسماك احتاج الى وقود بداية الموسم نازم من الوقود يعني ما ابتديت الى الان خلونا الان نجمع وقود ولكن العجلة عادت هي العجلة المتعارف عليها القديمة ما جاتنا العجلة الجديدة اللي شفناها في وادي الدجاج المحسن اللي مضى لا رجعونا على العجلة القديمة يا سلام كانت فيه ارقام حلوة ورائعة شفتوا كيف حصلت الان على المبنى وراح يفتح معانا هذا عطانا الان واحد بلطة محتاجين باقي عندنا قدر شاحل لا عشرة من المباني او المحطات اكمل ثلاثة من طلبات البضاع يعني ما زال الوضع قدامنا في المهام اليومية اوكي فيه دجاج فيه 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 دجاج طيب خلونا نروح طبعا ما فيه فائدة من تجميع الدجاج كثير الفائدة فقط ايها الاصدقاء بانك تزور المباني وتعطيهم طلبات هذه الفائدة بوادي الدجاج عموما لان ما فيه هناك محمية راح ان تتوصل فيها الحيوانات وتحصل على الكثير من قطع المبادلة الملونة لكن الدجاج فقط مطلوب علينا نجمع مئة حتى يكون هناك تفتح معنا الزينة الزينات او الجوائز الحصرية اللي قلنا لكم عنها هي الزينة والمعززات او المجوهرات في نهاية الموسم خلونا نتمشى بين المباني طبعا هذا اخر وقود عندي يعني اخر لفت عجلات وقفي على التسعة كويس ممتاز اخر اخر شيء يلا نعطيهم زيت زيتون ونبتدي نتنقل الان نتنقل بين المباني ونعطي الطلبات ونكسب احيانا نجيك طلب توصيل فاذا جاك طلب توصيل فانت استفيد كذلك من طلب التوصيل احنا هنا هنا مبنيين تقريبا اوكي كملنا واحدة من المهام ممتاز كملت جميع المهام اللي مطلوبة علي اليومية يومية تخلصهم وترتاح طيب خلنا نروح المبنى الثاني مبنى المطعم وبدأنا نجمع الان شوفوا تبتدي تزيد يوميا شوية شوية عدد قطع المبادلة الملونة اللي موجودة عندك هي الفائدة التنقل بين المباني وتجمع اوكي ممتاز خلص الوقود فما عندي وقود وجينا الان على كيف نملى عجلة الوقود او عجلة وقود الوادي يوميا ونعرف المهام المطلوبة علينا طبعا اطعم خنزيرا واحدا راح يعطينا اربع شموس لعجلة وقود الوادي وعندنا ضعف خبط او فخ سرطان بحر واحد في البحيرة لتحصل على عشرين من الشموس جدا رائع هذا راح اشوف هل موجود عندي راح اشتغل اليوم بالطريقة هذه ونقدر نشوف الغد وش اللي راح يطلبون من عندنا فيفضل انجهز بعض الاشياء للمهام الخاصة بمساعدتنا في ملع عجلة الوقود للغد اذا كان يطلب من عندنا هذا الشيء زراعة الذرة وليس الحصاد ما راح تفيدنا كثير يعني الشيء بسيط راح تعطينا شفتو عجلة الوادي عجلة وادي الوقود تنتلي ولكن مش مش كثير يعني مش كثير عندنا المهمة الثالثة او الشيء الثالث اللي يساعدنا وهو اطعم خنازير راح يعطينا اربعة فقط اربعة من الشموس نشوف الخنازير ونطعمهم حتى روز لو كنت انتم وظفة تقدر تستفيد من هذه الميزة شوفو الآن عندي روز هي اللي قاعد تطعم واستفدنا عجلة الوقود تمتلي فما في اي اشكالية اذا كان انت تغذي او كان واحد من المساعدين اللي موجودين عندك مثل روز اه تساعدك في تغذية الحيوانات اه اللي موجودة بخصوص الديربي طبعا ديربينا اه كلكم عارفين منافسات الديربي اه حاليا او لهذا الاسبوع يعتبر ديربي عادي وديربي سريع والحسم كان فيه سريع والمهام كانت اه اختيارية وكان فيها حرية ما احنا مرتبطين بتكون مهام اه باتفاق جميع اصحاب الحي فقط كانت المهام يفضل انك دايما تأخذ المهام السريعة لان ديربي ما فيه ارانب حتى يكون فيه انتظارات ولا اه فيه كذلك هناك تشكيلات مثل ديربي البنجو او ديربي الغموض اللي ما تدري وش اللي راح يطلع لك اتمنى لكم التوفيق ايها الاصدقاء بموسم الوادي الجديد واتمنى ان شاء الله يشوفكم على خير بإذن الله لكن قبل ما تطلعون ايها الاصدقاء لا تنسوا اللايك والتعليق والاشتراك وحياكم الله بقناة السلام دائما ومع السلامة